من قرعة دولي الأبطال صفقتين مهمين جدا 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 وعلى عهدة فوت ميركاتو الفرنسية قالت أنه أعتقد أن الصفقة دي تفرق قوي 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 مع البرسا في الموسم اللي جاي برشلونة يتوصل لاتفاق لضم نجم البرتغال ونجم الستي برناردو سيلفا لو تمت الصفقة دي يبقى جالاكتيكوس كتالوني جديد أعتقد يقدر جدا جدا مش بس ينافس عليه جافة إسبانيا لكن يقدر كمان التشكيلة دي مع تشابي يقدروا يعملوا منافسة قوية جدا على لقب الشامبيونز ليج وآخر الصفقات أليكسس سانشيز نجم تشيلي طبعا واحد من النجوم الحقيقة الحظاء قليل واحد من النجوم الإمكانياتها كبيرة جدا تقلق بشكل كبير جدا البداية مع البرسا لكن لحظة التوحج بشوفها كانت مع الأرسنل وعمل أكتر من موسم جيد في إيطاليا بينتقل مجانا إلى مارسيليا أتمنى الحقيقة النجوم اللي زي أليكسس سانشيز كده نشوفهم بقى في الدورة يعني الخليج سبقنا أو دولات الخليج عارف طبعا فورق في الإمكانات الاقتصادية لكن الأندية هنا في مصر وقدرتها وخصوصا الأهلي قدرته على منافسة في البطولات القرية والبطولات الدولية زي كاس العالم ممكن تسمح لنا أن احنا قريب أو نشوف نجوم مثلا زي أليكسس سانشيز يجي يلعب في الدورة المصري وغيرهم ده مش بس هيبقى مفيد للأندية لكن كمان هيبقى مفيد لإحتكاكات اللعب المصري مع مستويات تانية وبالتالي يفيد أو يصب فيه مصلحة الكرة المصرية